موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب مستر بيوليجي معكم أحمود ردوان مدرس الأحياء للسنوية العامة واللي طالع إن شاء الله في ثالث حلقة ليه مع سلسلة المراجعات وعلى الأسئلة والنظام الحديث علشان خاطر يكون جنبكم النهاردة إن شاء الله علشان يكون خير جليس لخير طالب متفوق خلاص كادة الرحلة أنها تنتهي ولدنا المتفوقين المتفوقين إن شاء الله نهاردة هنتناول وهنكمل سلسلة التكاثر اللاجينس اللي احنا بدأناها لكن حابب بس دايماً كده متعودين مني إن شاء الله وأنا متعود أنك تسمعوني على التحفيزة السريعة دي كان فيه واحدة ست زيها زي أي أم في الكون كله أياً كانت ديانتها دايماً حبها لولادها يفوق حب أي شيء في الحياة الست دي جهدت كويس جداً علشان خاطر تجوز بناتها الاتنين اللي تجوزوا بالفعل بس الغريب إن جوزتهم لتنين لتجار تاجر الأولاني كان بيبيع شماسي ما ظلط التاجر التاني كان بيصنع المكارونا وكانت قلب أي أم يعني أفضل ما لديها فلذات أجبادها حابة تأمل لهم مستقبلهم بأي شكل من الأشكال فكانت بتزعل زعلهم وبتفرح أكيد لفرحهم فكان قلبها على تجارة إجوازها دول لما كان الجو بيبقى صاحي والدنيا الشمس تسطعه في كل وقت فكانت بتيبكي على حال الزوج البنته اللي بيتاجر في الشماسي ما فيش الدنيا بتشتي فكده هتتجارته هتقف ومش هيتاجر في الشماسي ولما كانت الدنيا بتشتي كان بتبقى هي كمان زعلانة على الرجل اللي بيصنع مكارونا جوز بنتها اللي بيصنع مكارونا علشان ده ممكن يبوز تجارته فهي كانت دايماً طول العام في فقد والحكمة بتقول الناس من خوف الفقر في فكر لغير ما قبلت حكيم حكيم قال لها عايزين نبص للموضوع بنظرة إيجابية شوية بمعنى إيه رأيك أني أنت لما الدنيا تبقى صاحية كده والشمس ساطعة تفرحي أن الجوز بنتك اللي بيتاجر في المكارونا ده كده هيكسب وتجارته هتبقى رائجة ما شاء الله ولما الدنيا تشتي تفرحي الجوز بنتك اللي بيبيع شماسي لأنه كده هيبيع كتير وبالتالي هيتبدل حزنك طول السنة بفرح طول السنة سمعت الأم النصيحة وببدلت الحزن لابتسامة وكانت طوال العام كمان إيه رأيك أن الأربع شهور اللي فضلين أو الميت اليوم اللي فضلين بدل من عد تنازلي كل يوم نين قص يوم وبنبقى كلما نقرب للامتحان في رابكة وفي ضغط نفس رهيب إيه رأيك نبص للموضوع من نظرة إيجابية ونقول إن الميت يوم اللي فضلين دول فيهم ألف ساعة مذكرة متخيل مهما كانت المادة مهما كانت صعوبتها ممكن تتذاكر في ميت ساعة مثلا متقطعة أكيد في جدول منتظم الوقت الألف ساعة دول أنا قدر أخلص فيهم سبع مواد قوامها بس لدى أفضل التقارير من أفضل اللي الطلب قالوا لنا أن ممكن المادة تخلص في ميت ساعة مش أكتر من كده تخيل سبع مواد بسبعمائة ساعة وإنت قدامك ألف ساعة تخيل وإنت بتبص للفترة اللي فضلة بدل ما تبقى الفترة دي ميت يوم بينقصوا كل يوم خلي الفترة دي ألف ساعة تكفي جدا جدا لاستنفاذ سبع مواد حابب أقولك بس قبل ما أبدأ بسرعة معاك في بقية مراجعتنا يا أولاد إن مين إمتى كان أو محمد من صلاح نفسه كان إمتى ممكن يصدق إنه يوصل للعالمية كان ممكن يصدق مين إن محمد علي كلاي اللي خلاص بدأ يقع عشان يقوم تاني في مباراة واحدة ويهزم بطل العالم مين كان يصدق إن أغبة طفل اللي هو أينشتاين اللي انترض من المدرسة الغباء ويبقى صاحب النظرية النسبية ويبقى أذكى علماء الفيزي عبر التاريخ مين كان يصدق إن أدس من بعد تسعة وتسعين محاولة فشلة يوصل للمحاولة النجحة وينور العالم كله باختراعه الجميل ده واللي أضاء العالم كله درجة إن أمريكا يوم ما تمات أديسون طفت النوار الـ 52 ولاية عشان حاجة واحدة بس عشان تعرف العالم كنت عايش في الظلام قبل اختراع أديسون مين بقى يصدق دلوقتي وإنت سمعني إنك كتبت حلمك دلوقتي وإن شاء الله آخر السنة هتقول أنا انتصرت نكمل موضوعنا كنا اتكلمنا على آخر حاجة على التكاثر بالجرسيم وقلنا إن التكاثر بالجرسيم من أفضل سورة التكاثر اللاجنسي عنده ميزات كتيرة جدا أولا سرعة الانتشار وفرة النسل الجرسومة اللي بتنزل على وسط مناسب علشان تنمو مباشرة خد بالك إن كان في التكاثر الجنسي التكاثر اللاجنسي بالجرسيم كان انقسام الجرسيم في انقسام ميتوز 2 نون يدول 2 نون عدد كامل من الصبغيات وتكلمنا برضو إن التكاثر بالجرسيم هو الوحيد اللي مجنس من التكاثر الجنسي يعني مجنس منه يعني واخد بعض صفاته منها تحمل الظروف القاسية لأن الجرسومة اللي كانت بتحيط نفسها الجرسومة اللي كانت بتحيط نفسها بغلاف قوي ده ما كانتش أبدا ممكن تحرر ولادها أو تطلع وتنبت إلا لما تتحسن الظروف عشان كلا قلنا الجرسومة اخد بالك من النقطة دي كويس جدا الجرسومة بيقها كمية قليلة جدا من السيتوبلازم كمية قليلة جدا من المي واحد يقول لك ليه كمية قليلة عشان يسهل حملها حضرتك بواسطة الهواء تخيل لو كانت تقيلة يبقى كانت هتسكت بمجرد الانفجار وبمجرد النطج لكن لما تبقى خفيفة تنتشر لمسافات بعيدة ويزيع صيط التكاثر الجنسي في كل القرات عشان يبقى أفضل صور التكاثر الجنسي يزيع صورة التكاثر الجنسي بالجرسيم يبقى لازم تكون خفيفة عشان تبقى خفيفة لازم يبقى فيها كمية قليلة من السيتوبلازم وكمية قليلة من المية حتة جميلة لكتاب المدرسة ما ذكرهاش وأعتقد كل الكتب كمان ان ده هيضمن دخول المية من الوسط المناسب بالاسموزية والانتشار كمان انا هخلي كمية قليلة من المية في الجرسومة وبناء عليه لما تسقط الجرسومة على تربة مناسبة التربة دي بتبقى رطبة التناسب اللي احنا بننشوده وبنبحث عنه ان يكون التربة بها كمية كبيرة من المية طب والسيتوبلازم الجوة الجرسومة في كمية قليلة من المية وده معنى ايه وده معنى ان الجرسومة هتاخد المية من الوسط بالاسموزية ويبقى كده حققنا الجرسومة نفسها فيه وهي انها تاخد المية عشان يتشقق الجدار وتنبت مكونة جرسومة جديدة ندخل على التجدد التجدد ده كانت بدأت قصته زي ما انتم عارفين على ناس بتجمع محار في البحر عشان تاخد ما بين ثانية المحار لقلق بيصنعه بآلاف الدولارات فجأة بدأ المحار حد يناف بدأ الناس دي حد ينفسهم على استقصال المحار لقوا ان فيه كائن بيولوجي وهو نجم البحر اخدوا نجم البحر بدأوا اطعوه ازاي انت بتاخد اكل عيشنا مننا ازاي انت بتنفسنا في الآلاف اللي بنكسبوها ازاي وازاي واللي تيجي يعني اللي تيجي بتنقشه على لقم تعيشه يعني يكلك وبناء عليه بدأوا ينتقموا النجم البحر انتقام غيب شوية انتقام مش على اساس بيولوجي بدأوا يقطعوا نجم البحر ويرموه لقوا ان هما بيعملوه تكاثر بدل ما يموتوه يعني بيعملوه تكاثر قالك لو زراع واحدة وجزء من الكرس الوسطي الزراع الواحدة مع جزء من الكرس الوسطي ده حضرتك هينمو مكونا نجم بحر جديد بطريقة غريبة جدا سمناها تجدد اغرب ما في الموضوع ان كل زراع من الخمس ازرع اللي بتمتع بيهم من نجم البحر يا ده كاترة خد باك السنة ثالثة لو زراع واحدة مع جزء من الكرس الوسطي هينمو مكونا فرد جديد طب السؤال بقى هنا نظام حديث يقولك ايه طب لو اقطعنا الخمس اجزاء من نجم البحر الخمس اجزاء لو اقطعناهم مع حتة من الكرس الوسطي وما سبناش غير حتة في النص من الكرس الوسطي هنا هالجزء الصغير اللي احنا سبناه من غير زراع في الكرس الوسطي يكفي لاتمام او تكوين فرد جديد قالك لا لازم الزراع زائد جزء من الكرس الوسطي يبقى احنا لو سبنا حتة جزء في النص مش هينمو الفرد جديد الصورة اللي بعد كده اركز معها كويس جدا جدا فيها عشان هتسمع فيها كلام لأول مرة انواصق انك تسمعه وهو التولد البكري التولد البكري رفعت الاناس فيه شعار من النهار ده مفيش رجالة تخيل ان انت ممكن نيجي بفرد جديد من غير مشاركة من الزكر تخيل انك ممكن تسمع عن بوايضة تيمشي لوحدها وتتكاثر دون اخصاب من المشيج المذكر تخيل ان انسة تقدر تجيب ولد باستثناء اللي ذكره القرآن من السيدة مريم تقدر تجيب فرد جديد لوحدها لو ما كنتش سمعت تسمعني النهار ده انا هقول ايه ده بيحصل فقلا في التولد البكري انا هقولك الجديد اللي انت ما سمعتوش في التولد البكري يعني مثلا انت تعرف ان فيه كائنات بتقوم بتولد البكري اختياري وفيه كائنات بتقوم بيه جباري انت تعرف ان التولد البكري بيبقى في ظروف دولا عن ظروف خلينا اقولك المعلومة الاولانية من الكائنات اللي بتقوم بالتولد البكري ده اختياري اكيد الاختياري في حشرة المن حشرة المن اللي بتقوم بيه اختياري في حالة عدم توفر الزكر مفيش زكر يبقى انا مش هقف مش هعطى الحالي انا عايز اجيب ناس الجديد فبالتالي الناس الجديد ده أنا محتاج أعتمد على نفسه وأنا بجيبه يبقى هنا مش هستنى الإخصاب وهقوم بإنتاج فرض جديد من خلال البويضة بس طيب أنا دلوقتي المفروض الفرض الجديد عشان ييجي عايز العدد الكامل من الكرمسومات تمام يبقى العدد الكامل من الكرمسومات ده مش هستنى حد يدينه نصه يبقى هجيبه الوحدي فعشان كده بنقول إن البويضة في حشرة المن بتيجي بالانقسام الميتوزي مش الميوزي الميتوزي ليه عشان بيدين نفس العدد من الكرمسومات معنى إيه؟ معنى إنها روح للمبيض بتاع حشرة المن أقوله عشان خطري اديني كل المعلومات المتوفرة عندك اديني لتنون كاملة ما تدينيش نون بس لأن أنا أغضبت الزكر منه وطردت برة فمش هيديني حيوان المن ده اللي بتقوم بإختياري حشرة المن طيب اللي بتقوم بإختياري أكيد زكر الناحل اللي بتقوم بإختياري حشرة المن اللي بتقوم بيجي باري بقى زكر نحل العسل ما ينفعش زكر نحل العسل أي أن كان يجي غير بالتولد البكري صحيح بيعتمد الأول في الانكسام الميوزي وإنتاج نص العدد بس نص العدد اللي بنده للزكر بيكفيه لأنه يستمر في حياته من غير مشاكل ما بيموتش واحد يقول لك ازدين قص نص الجينات وبيموت قال لك لأ ما احنا بندينه الجينات أو الكروموسومات اللي تكمله حياته علشان ما يبقاش معتمد على حد ده زكر نحل العسل خد بقى الجديد امتى بقى ينفع نقوم بالتولد البكري في كتير من الكائنات زي حشرة المن يا أولاد اللي بتقوم بالتولد البكري في نفس الوقت بتقوم بتقاصر جنسي التولد البكري طبعا تقاصر لا جنسي طب بتقوم بامتى تخيل أن لما تكون الظروف مناسبة في غيزة كويس في درجة حرارة معتدلة في ميا متوفرة دي ظروف مناسبة في بيئة شعادي في كذا في كذا في الحالة دي تحب حشرة المن أنها تعتمد على نفسها وتقوم بتجيب الأفراد الجديدة بالتولد البكري يبقى في تحسن الظروف تلجئ حشرة المن للتولد البكري لكن في حالة أن الظروف بقى هتبقى قاسية وهتبدأ تتغير يقوم حشرة المن بالتكاصر الجنسي عارف ليه؟ بما أن الظروف هتبقى قاسية يبقى أنا محتاجة اللي يساعدني ده رقم واحد رقم اثنين التكاصر الجنسي ما تنساش أنه بيعمل تنوع وراسي بيخلي الأفراد اللي جاية تبقى قادرة أن هي تقوم أو تتحمل الظروف القاسية التكاصر الجنسي مش هيديها الأفضلية دي لكن التكاصر الجنسي هيديها الأفضلية دي يبقى تحسن الظروف تقولت بكري في حشرة المن الظروف سيئة يبقى هنلجأ للتكاصر الجنسي عشان يديني تنوع وراسي وعشان تبقى الأفراد الجديدة قادرة أن هي تتكيف مع الظروف الجديدة أو الظروف الصعبة حشرة المن طبعا إحنا قلنا في التكاصر آسف الزكرة نحن العسل طبعا قلنا الحيواني الزكر بخص بالملكة خد بالك الزكر بخص بالملكة لو قدرت حيوانات منوية توصل للبويدات وتخصبها يعرف إنها هتبقى 2 نون وهتبقى إناس لكن لو في بعض البيض ما تخصبش ده اللي هيبقى الزكور وطبعا شوف التفرقة بقى بتيجي الإناس 2 نون على حسب بقى الطعام هنشوف بقى هتبقى ملكات ولا شغلات بمعنى أكلت كافيرو وجاتو هاتو وأكلت بقى أصناف أنواع طعام فاخيرة كده يبقى دي الملكات لكن فيه طعمية زي حالتنا كده يبقى إيه شغلات يبقى معنى كده أن نوع الطعام هيفرق في كونها ملكة أو شغالة بعد كده انتقلنا طبعا على زراعة الأنسجة وقلنا أن زراعة الأنسجة تقنية حديثة لسا العمل عليها جاري لتطورها بشكل كبير تخيل أنا دلوقتي محتاج إيه من محمود ردوان عشان أجيب نسخة تبك الأصل منه محتاج إيه من أرنشتين كأز كعالم في الزجاف على مدار التاريخ إن أنا أجيب نسخة منه ولا حاجة إديني معلوماته الوراثية كاملة 46 كرومسوم اللي عنده وأنا هزرعهم في بيئة مناسبة علشان ينتج فرد جديد طبعا باعتراف أن الزكاء جزء منه وراسي وما على ذلك يعني هنأخذ الصفات الزهيرية أولا احنا بنسميها كبيولوجي صفات مورفولوجية لاحظي حضرتك يا دكتور إن الصفات دي في الإنسان بنزرعها زي ما هنأخذ بعد كده في زراعة الأنوية لاحظ بس إن الصفات دي بنزرعها في رحم أنسة زي نظام طفل الأنبيب وغيره لكن احنا بنتكلم النهاردة عن نبات قال لك يكفي إنك تجيب خلية أو نسيج وخد بالك كتاب المدرسة أنا فرق هنأخذ من خلية لو وراك الطباق يبقى الخلية تكفي لو النبات الجذر الجزء يعني نسيج من الجذر يكفي هنا النسيج وهن الخلية هنزرعهم في وسط مناسب وسط قياسي زي التربة الرطبة بتاعت الجرسيم كده هنا الوسط بيبقى قياسي إيه الوسط القياسي؟ قال لك ولا حاجة إيه العناصر اللازمة لإنبات الجذر أو إنبات الورق الطباق ده أو غيره من النباتات ونوفرها قال لك مش متوفرة أكتر ما هي موجودة في لبن جوز الهند خدتها وزرعتها بتنمو الأول بينك سميته ثم بعد كده بتتميز إلى كائن كامل هنا زرعت الأنسجة تكفي تكفي خلية بها المعلومات الورصية الكاملة أو نسيج طبعا مليون في المية يفضل أن يكون نسيج لأنه بيختصر عشان لو قال لك اتفضل إيه أولو نسيج لأن الخلية لسه مرحلة أصغر من النسيج فأنا مش هيبقى عليك تافي عب إن أنا طور الخلية لنسيج لا النسيج جاهز هكمل بيه يبقى أنا كأن أطعت شرط من البداية شرط قوي جدا يبقى لو سألك يبقى أنا أختار النسيج أجمل حاجة لو أنا عندي حيوان منوي ينفع أعمل منه زراعة أنسجة لو فرضا أن هي تنجح في الحيوان أساسا قال لك والله لو حيوان منوي ذكر نحل العسل يكفي لأن في حيوان منوي ذكر نحل العسل اللي بيجي بالانقسام الميتوزي واللي فيه المعلومات الورصية الكاملة الحيوان المنوي ده فيه المعلومات كاملة يبقى أنا اللي يحكمني المعلومات الورصية اللي تكون كاملة عشان كده لو جاب لك في اختياري خلية نين نون ولا خلية تحتوي على المعلومات الورصية الكاملة تكفي للقيام بزراعة أنسجة لا آسف يبقى المفروض خلية تحتوي على المعلومات الورصية الكاملة ذكر نحل العسل خلية تحتوي على المعلومات الورصية الكاملة لكن ذكر أي حيوان تاني حب تلقاح لأي نبات تاني فيها نصف العدد بس لكن استثناء هناخد مين هناخد الزكر لنحل العسل ودي معلومه مهم طب لو قالك بويضة حشرة المن مش معنى كلمة إن هي بويضة يبقى فيها نص العدد أو عتنسا نحن سأللي من دقاية إن بويضة حشرة المن أنتين نون يعني تحتوي على المعلومات الوراثية الكاملة إذن تكفي لإنتاج فردي جديد يبقى لو فرضا إن هي نجحت لو فرضا إن هي نجحت يبقى معنى كده إن هي تقدر عشان فيها المعلومات الوراثية الكاملة زراعة الأنسجة بنحل بقى مشاكل كتير جدا لو نجحت التقنية دي هنحل بقى مشكلة الغيزة زي ما قولنا هنعمل بقى اكثر لنبات ندرة زي نبات البردي اللي بيكاد يختفي من التربة المصرية نقدر نبات البردي نعمله اكثر اه عن طريق زراعة الانسجة وهكذا كتير جدا طيب حضرتك بقى ممكن اخر حاجة نقولها ان لو جالك سؤال وقالك فيه ارنب وفيه ارنبين مثلا نقول ان الارنبين دول نقدر نميز بينهم ازاي واحد جاي بالتورود البكري وواحد جاي بالزراعة الانوية طبعا تورود بكر الصناعي عشال ارنب تورود بكر الصناعي عن طريق الوغز بابرة عن طريق الاشعاع عن طريق الحرارة عن طريق كذا خلينا السؤال ده اسبه لك مفتوح كده اتفكر فيه ازاي ارنبين واحد جاي بزراعة الانوية اللي هندرسها مقدام واحد جاي بالتورود البكر الصناعي نخليها سؤال مفتوح الحلقة الجاي لكن دلوقتي هنستعرض مع بعض شوية صور نحل بيهم على ما سبق مراجعته في الحلقتين السؤال الاولاني لو قال لي يحدث التكاثر اللاجنسي عندما ينتج الكائن الحي من ايه فيه اولا عندما ينتج الكائن الحي بأكيد المزيد من اجناسه تمها موجودة في الاربع سئلة يا أستاذ بص على الرقم به كده المزيد من اجناسه دون حدوث تبادل المعلومات الجينية للحفاظ على الجنس في رقم جيم ويدال يا اولاد هنستبعدهم اللي هي دون حدوث تبادل المعلومات الجينية مع كائن اخر ما فيش كائن اخر حضرتك يبقى الف به طب هناخد به ليه بقى من بدل الف هنقول لحدوث تبادل معلومات الجينية للحفاظ على الجنس أنا بحافظ على الجنس مش باخدها من كائن أحي آخر مهمة التكاثر للجنس أن يحافظ على الجنس ده الصفحة رقم واحد أو السؤال رقم واحد نشوف السؤال رقم اتنين مع فريل إعداد رقم اتنين بيقول لي إيه فيه التكاثر الجنسي للكائنات تندمج جينات الأبوين لتخلق نسلا زي جينات فريدة يعتبر هذا مفيد لأن التنوع الورصي أو الجيني إيه إلا أنا بستفيد منه كتكاثر جنسي يجعل النوع أكثر ثمود لأنه قلت لك بيعمل تنوع وراسي يعني بيجيب أفراد تقدر تتكيف مع البيئة الجديدة يبقى يجعل النوع أكثر ثمودا أمام تحديات البقاء كالأمراض والتغيرات البيئية الكدر على الكبير على الإنتاج يجعل النوع أكثر حصلا على الناس للنات كل ده بيتوفر في التكاثر عمتا لكن التكاثر الجنسي لما تندمج جينات الأبوين يبقى جنسي لأ أنا محتاجه أن يخلي الأفراد الجديدة أكثر تكيفا مع البيئة نشوف السؤال الثالث السؤال الثالث بيقولي يتسبب التوقف عن التكاثر في مشكلة إيه هي؟ ما يزعنيش أبد أن التكاثر لو انقطع سنة سنتين تلاتة من فرد من فردين من أربعة لكن المشكلة تحصل لو حصل بشكل جماعي إزالة العضاء التكاثرية ما عندش أي مشكلة لأن الفرد بيكمل حياته عادي جدا مشكلته الحقيقية لو حصل بشكل جماعي رقم أربعة شوف السؤال الرقم أربعة بيقولي كل مما يأتي متفق الحدوث زميني مع هذا السؤال ده في غاية الروع يا ولاد تقدر تعمل تنفس وإخراج في نفس الوقت أقدر تقدر تعمل تنفس ونموه في نفس الوقت ده أنا أصلا بتنفس عشان أخد الطاقة عشان يساعدني في النمو تقدر تعمل أكل وشرب في نفس الوقت ده مصر كلها بتأكل وتشرب في نفس الوقت الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش تعملها في نفس الوقت هو التكاثر والتنفس تعرف الكائنات اللي بتلجأ لو أنت فاكر أن هي فترة الخمول الصيفة أو الباية الشتوي بتتوقف فيها عن التنفس ساعتها بنقول شكرا ستتوقف فيها عن التكاثر ما بيبقاش الكائن بيعمل أي حاجة خلال فترة السكون دي وهي إيه؟ إنه ظروف زي الزفت فأنا مش هقدر أشتغل كويس مش هقدر أعمل حاجة كويس مش هقدر أطلع الناس اللي بتاعي فأنا بوقف في التكاثر وبشغل تنفس بس يبقى التكاثر والتنفس هم اللي أحيانا ما يشتغلوش مع بعض السؤال الخامس عندي السؤال رقم خامسة بيقول لي كل مما يلي من مميزات التكاثر الأجنسي معادة إيه؟ حاسب اوعى تقول لنمو سكاني بطيء ده التكاثر الأجنسي وفرت الناس له سرعة الإنتاج أهم ما يميزه خاصة الجرسي ده احنا ادناله علامة جودة علشان خاطر سرعة الانتشار والنمو السريع جدا 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 ده يبقى طبعا مع عدن نمو السكاني البطيء من غير مقربة الإختيارات نشوف السؤال رقم ستة مع فريل العداد بيقول لي إيه؟ بيقول لي طول عمر الكائن الحي يتناسب نقط مع عدد الأفراد النتجة طول عمره بيتناسب إيه مع عدد الأفراد؟ يعني دلوقتي النصر اللي بيعيش مئة سنة يا أولاد هيعمل تكاثر أقل من الإنسان لأن الإنسان بيعيش متوسط عمر أقل من النصر يعني أنا دلوقتي أنا ممكن أجيب الأرنب اللي ممكن يتولد كل كم شهر الفار اللي كل واحد وعشرين يوم ممكن يجيب أفراد جديدة بيجيب سبعة تمانية ليه علشان خاطر قصة الأفر كلها متلخصة في سنتين ثلاثة وبيموت فبيل حق يجيب ناس اللي بسرعة يبقى طول عمر الكائن الحي بيتناسب عكسيا كل لما كبرت وكل لما تقدر تعيش في الدنيا كتير كل خلفة هتجي لك هتبقى عددها قليل لأنك تقدر تكررها تول سوناوات عمرك نشوف السؤال الأخير معنا كم عدد مرات انقسامات خالية بكتيرية واحدة في إذا وضعت في ظروف مناسبة وانقسمت عندي ألف أربعة وعشرين خالية بكتيرية هتنتج قلت لك قبل كده كل تقاصل لجنسة أو انقسام ميتوزي بنحط الاثنين أساس وعدد مرات الانقسام قص أقول تاني بنحط الاثنين أساس وعدد مرات الانقسام قص طيب اتنين قص كام اللي اتنين أساس في كل عملية حسابية هنعملها اللي اتنين قص كام تديني لألف أربعة وعشرين يبقى اتنين قص عشرة اتنين قص عشر دي كانت أسئلة سريعة كنت أنا معاكو محمود رضوان كنا بنتناولها مع بعض علشان خاطر نعل العقلات الزهنية لطالب 3 سنوية إلا أنا واثق إنه النهاردة ومن قبل كده ومن أول حلقة طلعت فا معاكو إنه هيكون لشكل جديد إن شاء الله وإنه أكيد مش هيخزل أبدا أبدا كل الدموع الصهرانة عليه كل الدعوات اللي بتترفع له كل لحظات الإشفاق اللي بتجيله من والده والدته ومدرسه وصحابه اللي بيحبوه لحظات الإشفاق على مستقبل بإذن الله هيكون مشرق ما لم تتحقق الإرادة لذلك صاحب الهمة لا يعجزه شيء كن كما تريد لكن بمجهود عالي إن شاء الله تصل أسرع مما تريد وأسرع مما تتخيل كنت ببسوط جدا 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 معاكو للحلقة الثالثة كان معاكو محمود رضوان سعيد بيكو مدرس الأحياء والجيولوجيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة